يلا على بركة الله ندخل مع بعض بقى نبدأ معابد النوبة اللي اتفقنا احنا كلبشة وقلنا كلبشة حواليه مجموعة من المعابد اول معبد فيهم هو معبد بيت الوالي اللي كان مكانه الحقيقي خمسة وخمسين كيلو من اسوان وكان مخصص لامون وخنوم وعنك تاسف والمعبد ده مهم او ان انا اعرف انه تنقل سنة ستين البولنديين فتكون اقلوه للمنطقة المجورة المعبد كلبشة المعبد بشكل عام بيمثل عندي نموذج رائع من ارواع المعابد اول حاجة تقابلني على البوابة برا رمسيس بيرحب بيكي مين وشمال مرة بتجلح احمر ومرة بتجلح طبيقة هميتها حضرتك او حضرتك وانت داخل المعبد هتقابلك ملاحظة مهم ان رمسيس اسمه بالكامل في كل اجزاء المعبد اسر معت راع مفيش ستين راع فمبكراته عدد من اسازة اللغة اللي درسوا القابل الملوك قالوا ان هذا الامر يعني ان انا بتكلم في السنوات الثلاثة الاولى من حكم رمسيس وعلشان كده من الخطأ اللي نقع فيه جوه ان انا اقول قادش قادش مالهاش حاجة جوه كل المناظر جوه ليس لها علاقة بمناظر معركة قادش ندخل بقى على الفناء المعبد مش كبير يعني معبد الفناء واجزاء سورة الفناء هنا رمسيس قاعد قدامي اهو ماسك علامة الحكاة وعلامة والصولجان والعصى الملاكية جلسة عادية جدا المناظر التاني ده من ابدع ما يكون رمسيس بيتبح العدو العدو ورامح ملامحه نوبية واضحة او ملامحه لان رمسيس له نص من السنة الاولى والسنة الرابعة بيتكلم في تانيس واسوان مفيش قادش بيتبح شايفين سكينة الموز اللي فيه اللي مين وفوق فيه سكينة تانية نازلة كأنه بيغرزها ورجل يدوبك رفع يده بيقول الحقن يا ايها الملك العظيم مناظر الفناء كلها شمال وجنوب حروب المناظر الشمالية الملك مثلا هنا لبس التاج الاحمر بيدرب العدو بتاعه وبيتبحه وقدام الملك هلاقي الاعداء كلهم منصبين قدامه ومش قادرين ملاحظين بس ملاحظة في مناظر المعبد يا جماعة خلوا بالكم من حاجة ان مناظر المعبد مش غائرة زي عادة رمسيس التاني بص المناظر ده كمان من المناظر البديع الملك ماسك الحصان وماسك العدو بص من دماغه وقدامه ولد الولد ده مهم هوي ده امون حروان مقف اللي هيبقى امون حرخبش في ابن نفرتاري الودي اللي كان بيحبه نوه يبقى ملك بعديه لكن الودي مات في حياته الودي اللي كان في الصالة الطولية عندي في معبد ابيدوس المنظر اللي بعده برضه الاعداء والولد ماسكهم وبيتلقهم وربطهم وبيقدمهم وزعيمهم قاعدوا قدامهم في اتجاه مغاير وابن رمسيس بيقدمهم لأبيد على الحيطة الجنوبية بلاء المنظر بيستمر الملك بيدرب الاعداء النوبيين واضحين جدا ومع اثنين من اولاده على المنظر ممثلين معاه المنظر اللي بعده بلاقي الملك برضه بيتلقى الاعداء كلهم وكلهم خاضعين قدامه وبيقدموله الهدايا بتاعته شايفين الداهب وشايفين الخيرات بتاعته مناطق الجنوب كلها اللي بتجيله محملة بكل الخيرات والقوائم بتاعتها بيقدمها له الكاتب بتاعه ابنه قدامه بنفس المنظر تفصيلة والملك بيعمل التقبل التقدمة لكن اللي فوقه موجود ابن رمسيس التاني المنظر بيكمل بنفس التفاصيل بتاعته لما بيلاقي المنتجات من مجموعة الحيوانات حاجة زي الزرافة موجودة قدامي وبعض المنتجات من حيوانات في منظر فهدة او اسد فوق اهو ممثل عندي بشكل مختلف عن المعتاد ان انا الاقيه هنا هندخل على الاسخة عييد طبعا صلط العام ده معتاد بقى لاسخة عييده والكلام ده لكن طبعا في المعبد هنا مش حلاقي حلاقي المناظر اغلبها هنا بتعتمد اما النيش فيه تماثيل وحنتكلم على التماثيل او مناظر عادية يعني مناظر اغلبها مناظر تقدمات عادية جدا ملونة المناظر بشكل بديه حتى هلاقي اول المناظر عندي على الجانب الغربي الملك اسر معت رعا مفيش ستة بن رعا بيقدم المعت قدام امون امون سيد عروش الارضينة الذي يتقدم ايه بتسود الكلام المعتاد امون مفيش اي اختلاف في المناظر التماثيل بلاقي في النيش اول تمثال عندي الملك في النصر شماله عنقط يمينه خنم بيمثل كأنه بيحط نفسه مع سالوسي الفنتين هو التالي هو في النصر يزيس على شماله وحورس سيد بوهن زي ما هيظهر عندي في مناظر كتير جوه المعبض حورس على انه سيد بوهن زي المنظر ده الملك بيحرق البخور حورس لو بصيته على اللقب اللي قدامه هيبقى حير نب بوهن بهن به وهيه ولون واضحة جدا مفيش علامة مختلفة الاعمدة الاعمدة عليها مجموعة من النصوص الجميلة الخاصة باسم الملك الاعمدة 16 ضلع بيسموه العمودة 16 ضلع والنصوص اللي عليه نصوص معتادة لالقاب الملك اللقب الحوري والنبتي والنسوبيتي السعرع يمكن مش كاب لكن زي ما بالفت نضحك النقوش بارزة لسه في المرحلة الولى مش غايرة هنا الملك امام خنم وورا الملك عنكت وورا خنم ساطط والملك بيقدم فاستين النوب بشكل من اجمل المناظر بعد كده بيلاقي منظرين تاني في المكان هنا مختلفين الملك بيضرب هنا عدو ليبي من التحينوه واضح جدا ملامح حتى الوش واقصاده النحاة التانية بيلاقي المنظر التاني للملك بيضرب عدو من النوبيين واضح برضو الملامح بتاعت الوش في كل الحالات الملك مكتوب اسر مع اطرع بقولوكم مش هنلاقي منظر في داخل هذا المعبد بيحمل غير كده خشوا بقى على قدس الاكداث تلاقي المنظر الاساسي الملك بيقدم القربين قدام امون سيد بيت الوالي سيد المعبد ورب المعبد بعد كده الملك واقف قدام حورس حورس الاساسي بيقدم فاستين النوب في مناظر معتدة الالوان رائعة جدا ومحتفظة بيه كان النيش المفترك كان فيه تماثيل هل كانت للثالوس المقدس اللي هو الثالوس بتاع امون وخنم وينكت ولا ثالوس تاني ولا الملك دخل فيه زي ابو سيمبل لكن على العتب بلاقي ساطت مع الملك بتديله بتلمس الملك او كأنها بتدخله الى قدس الاكداث وبلاقي في قدس الاكداث من الداخل المنظرين اللي بيشدوا كل الناس يقولنا من اثر الدنيا الملك بتاج الخبرش بيرضع من عنقة ربة المعبد وبياخد منها وبياخد النحط تاني عشان يؤكد شرعيته من ازيس يعني عنقة في المعبد هي ازيس الام الحورس اللي بتضع وفي الحالتين هو من تاج الخبرش لانه تاج الحرب بعد كده الملك يدخل بقى لي امون في مقره خنم يديله علامة الحياة صاطت تحركه لي الامام والملك بيدخل الى امون علشان ايه علشان يوقف قدام امون يحرق البخور ويقدم القرابين ويعلن انني كاهن الاكبر لامون في معبده وانني لك ايها الاله العظيم كاهنك الذي يقدم لك القرابين في موعدها القاكم في جرف حسين ان شاء الله تعالى كمعبد من معابد النوبة شكرا